إذن نحن بدأنا نتشكر كل شخص ساهم ولو بمتما بيقوله فلسل أرملي لمساعدة هذا الطفل بيساعدني كمان أني أستضيف بسام أبو شاز والد الطفل مرة أخرى بسام عم بتقلي هلأ أنه حالته حرجي شوي أكتر ليه؟ شو جد علي؟ هي هيدا المرض اللي هو فيه بيبلش عوارض الأكزيمة أول شي بتبلش فيه الأكزيمة بتصير إذا هلأ هو الصبي عم بيحك بحاله عم بيطلع عم بيجروح حاله نعم قد ما الحساسية والأكزيمة فيه هيدي من عوارض المرض هيدا المناعة ضعف المناعة نعم بيبلش بالأكزيمة وحالته يعني أنا عم فيق على سريخه وبنام على سريخه فيق على سريخه وبنام على سريخه عم بيجروح حاله عم بيجروح حاله من الواجع وضعه حرج برجع بناشد كل الناس وبتمنى بها الأعياد المجيدي هاي وينعاد عليكم يعني عيسى المسيح هو المحبة ومحمد هو الرحمة بسأل العالم كله بها الأنبياء كلهم إنهم ما ينسوا هالطفل أنتوا أخذتوا موعد بإيطاليا ولا بعد الموعد في موافقة في موافقة على العملية وبقولو لكم أنه بأسرع وقت ممكن لازم الحكيم قالنا إنه إذا ابن شهر نعملوا العملية بس تأمنوا المبلغ صار عمره أربعة شهر والشهر الخامس نحنا خايفين منا يعني الله يسترنا هلأ بلشت الأجزمة من بعدها بصير في إذا لقت فيروس أخويته الله يرحمون بأي عمر توفوه أربعة شهر ونص خمسة شهر حسن كمان لقت فيروس واشتراكات بالدم وفات بالمتهات وفارت الكبد ومعاش هلأ هيدا إذا بتطلع حرارته ما بتنزل إذا لقت فيروس من خلال تشقق الجلد نعم راح بالمتهات طيب أنا بدي اطلع أنا وياك على الشيشي بعد شوي لنشوف الرقم اللي وصلته وصلته المساعدات إجانا اتصالات من ديبيا من السعودية من أنجولا من لبنان من أمريكا كثير ناس عرضت مساعدات كثير ناس عرضت خدمات بشكو ناس لما اتصلنا فيهم بادروا ناس بعدهم بعد المفاوضات جارية معهم ناس يعني أبدوا استعداد وبعدين معد ردوا على التليفون ممكن لظرف ما أو لسبب ما ولكن نحن دائما الأمل مفتوح ولكن خلينا نشوف نحن وياك المبلغ اللي الرقم اللي وصل لإله المبلغ اللي قدرنا نجمعه خلال أسبوع الماضي 98.550 دولار إذا قدرنا نأمن 98.550 دولار ولكن في شخص من الأشخاص اللي اللي تبرأ يعني هو دي باع معه 13 ألف ولا بلايهن بلا 13 ألف يعني تقريباً عنا 111 ألف دولار وشي صارو وفي شخص من اللي متبرع بمبلغ كمان كبير كان مشترط أنه هو بيبعت المبلغ لحساب المستشفى بإيطاليا مباشرة يعني هو بيحوله على حساب المستشفى بإيطاليا مباشرة أنا بشكره بشكره وبشكر كل الناس اللي ساهموا بهالتبرعات ما كانت قليلة قوي كتيري وبدي وجه تحيي بس رجاءاً استاذ دوني لمعالي الوزير الصحة السيد علي حسن خليل أنا بدي أقول له أنا روحت على وزارة الصحة مرة واثنين وثلاثة ما لقيت فيه تجاوب رجعت نشدت وزير الصحة على هاي الطاولة مرة ونشدته مرة تاني هالمرت تاني هاي وبقول له يا حضرة معالي وزير الصحة بتمنى إني ناشدك مرة تالتي على هاي الطاولة إذا سألني ليش بقول له بعرف حالي ابني بعد وعايش بتمنى إني ناشدك مرة تالتي معنات ابني عايش إذا ما أنا شدتك مرة تالتي بيكون مات ابني لا سلامة قلبه هيدا بقول لك يا معالي وزير الصحة وبشكرك بتمنى منك إنك تساعدين عم نعمل كلمة في وسعنا تقريبا صلنا مأمنين نص المبلغ يعني نحن وصلنا لحد هلأ لنص المبلغ بس الوضع الولد إنه ما بيحمل كتير نطرة العملية مفروض تجرى بأسرع وقت ممكن في ناس المفاوضات بعدها مستمرة معا إن شاء الله نقدر نحقق الرقم لنبعته لحسين على إيطاليا يجري هذه العملية إن شاء الله وننقص حياته بإذن الله أنا عموجه كلامي لوزارة الصحة اللبنانية طيب وزارة الصحة شو بدأت تخدمك يعني قالت لي ما منساعد برات لبنان شو فرق إذا جوية لبنان أو برات لبنان ما هو لبناني طيب وطفل ليش شو فرق إذا سافر على إيطاليا هاللي بدأت تساهم فيهن هوني بالدولة اللبنانية بقلب لبنان تساهم فيهن برات لبنان يعني انت خبرك شغالي هاو دي أمور تبقى معتمدة إنونيا وبالدولة ما بيقدروا يتجاوزوها يعني أنا بفهم وزارة الصحة يعني لأنه معالي الوزير تحديدا لما كنا نقصده بخدمي ما كان يتردد ولا أي لحظة بالاستجابة لألة والمساعدة لألة ولكن كل شي ضمن صلاحياته بيقدر يعمله كل شي خارج صلاحياته ما بيقدر يكسر القاعدة مع شخص لأنه اليوم هيدا وزير لكل الإبنانيين يعني اليوم ابنك بعرف شو بيعني الابن لبيه لأمه ولكن في ملايين من الأطفال كمان أهلهم عم بيتعذبوا واتم أنت عم تتعذب إذا معالي الوزير بده يكسر الأنون لألك ولغيرك 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 يعني سلم مثلا بيقولوا ما بقى في عنا الأنون ما بقى في عنا وزارة ما بقى في عنا أمور هلا على كل أنا بعرف أنه قلبه كبير ورح يجرب يساعد قدمة فيه ولكن نحن رهنا على الناس اللي مقتدرة وبهالأعياد حابة تساعد نحن حققنا نص المبلغ بعد في عنا النص التاني إن شاء الله نلاقي مين يقدر يأملنا عنا الرقم المخصص لاتصالاتكم هو 01-03-03-300 هو رقم الجديد عنا المقسم الداخلي 207 فنتمنى بأسرع وقت إذا حدا حابب يساعد بهيدا الموضوع إنه يساعد فيه شكرا لألك شكرا لألك وبنتمنى الشفاء العاجل إن شاء الله نتلاقى على هاد طولة مرة جديدة إن شاء الله ويكون حسين معاك وبأحسن حالاته يا رب شكرا لألك ما هو التالي ونتابع خليك شوي بس شكرا لألك